طيب خلوني اقولكو اهلا وسهلا اول انا عايز عندي رجاء عندي طلب يعني هو امنية كبرى ممكن لو سمحتوا تصنعوا الناس اللي عايزة تكبر في الناس اللي عايزة تكسب ممكن ننسى قصة اروح استورد من اي حتة ما تستوردش ممكن تقولي فلان فلاني بيستورد توك ليه ايا كان فلان دا مين يعني اكيد اللي بيستورده توك دول كتير استورد توك ليه يعني سؤال مهم جدا انا بكلمك بتاع بلاستيك فيها مفصلة كده سوستة ايه الراكت ساينس ولا علم الصواريخ اللي فيها علشان نطلع نستوردها من برق وما حدش يقولي انه ما عنديش مصنع توك مصري مثلا بتستورد سجادة صلاة وسبحة ليه مفيش سبب يعني لا فيه سبب بيستوردك عليه بعد شوية بتستورد حاجات كتير عمليا اللي لي لازمة واللي مالوش لازمة طب تعالف اللي مالوش لازمة انا فهم ان انا استورد حاجة ما بعرفش اصنعها هنا او خبرتي في تصنعها لسه مش قوي او استورد حاجة لسه انا محتاج ازبط المواصفات بتاعتها علشان اقنع المستهلك بتاعي ان المحلي احلى من المستورد مئة مرة حلو ومش عاوزين نضحك على نفسنا ونقول الكلمتين بتوع الايد العاملة اصلها بره رخيصة فالمنتج بيبقى رخيص لا يا فاند الايد العاملة اللي بره بما فيها الصين مش ارخص من مصر خالص خالص بالورقة والقلم لا منتحكش على بعض خالص طيب اصلهم بقى لما بيعملوا الحاجة لا انت هنا بتعمل حاجات يعني انا ممكن اكلمك على صناعة العربيات في مصر انت هنا بتصنع حاجات بتتصدر لالمانيا في صناعة العربيات مش في التوك والشوك والمعالق والسككين والولعات ومقاشر البطاطس انت هنا بتصنع حاجات في مصر متعلقة بصناعة السيارات هنا في مصر في جمهورية مصر العربية وبتصدرها الالمانيا عشان تتحط في ادخن مركات يعني الايد العاملة بتاعتي ما هياش اغلى ولا حاجة الدقة بتاعتي ما هياش اقل ولا حاجة خالص خالص زيك زي اشهر عامل على سطح الكرة الارضية الاخ الالماني طويل عريض بشعر اصفر وعنين زرق انا بقى عندي الرجل المربعب وعنين سود وبشرة لونها خمري زي حالاتنا كده جدع وميد فل ونبيه وزكي وبتاع شغل وميد فل و 14 ماشي طيب اهو وظن كلنا فاهمين انا بقول ايه فاهمين يعني ايه انا بصدر لالمانيا قطع غيار فعربيات اخر شيك من هنا بستورد ليه مفيش اي سبب على الاطلاق غير الاستسعال يلا بينا نستورد شوية حاجات وناخدها نبيعها باغلى من ثمانها اربع وخمس مرات وفي عهود سابقة كنا بنروح لا الاخ المصنع نقول له هاتلي اوحش حاجة عندك اديلي الرخيص واخد الرخيص ده بقى باسعار بتاعت ايه خمس قرش وعشر قرش في سعر جملة وبتاعه بشافه جابت 300 الف قطعة وحاجات زي كده وابه 25 قرش بتجيبه هنا وتروح بايعه بخمسة وستة جنيه صح ولا انا بقول اي كلام خلينا بس نتصارح نتكاشف طيب عايز تكسب اليومين دول يومين مكسب هتيجي تقول لي الازمة الاقتصادية وسعر الصرف اقول لك دول بتوع المكسب للي عاوز يصنع ويصدر دول بتوع المكسب اه وهنا النهاردة لما يبقى في عندي سعر الصرف بتاع الجنيه قدام دولار ولا يورو بالسعر ده ده معناها انه سعر المنتج بتاعك قادر على المنافسة في اسواق عديدة هتيجي تقول لي بس اصل في بضايع او بالادق بعض الخمات انا مضطر استوردها من برا بالدولار وباليورو صح؟ ماشي حاضر مستلزمات انتاج يعني هنا اعتبر ان من ضمنها الخمات وهو مستلزمات الانتاج بتاعة التوكا مش موجودة هنا ده انا هنا عندي بلاستيك بالكوب هعمل ايه؟ ايه اللي انا مضطر استورده علشان اعمل توكا عشان اعمل سبحة ايه اللي اقول لي والنبي بكلمك بجد ايه اللي انا مضطر استورده علشان اعمل حزاء طيب فيه هنا بقى في مصر نقل ابرت خياطة بتاستورد ايه عشان ابرت الخياطة ولا حاجة ولا حاجة خالص مقشرة بطاطس بتاستورد ايه ولا حاجة برضو خالص يا راجل يا طيب ألاقيك بتاستورد حاجات معمولة من الفايبر جلاس او الالياف الزجاجية او الصوف الزجاجية سميها زي ما تسميها ده مصر عندها كم مصانع فايبر غير طبيعي وشبان زي السكر فاتحين بقى كم مش بس بقى مصنع الفايبر لا ده كمان بعد كده البروسيسنج الشبان اللي عندهم المكان بتاع فرد الفايبر تشكيل الفايبر كله موجود عايز تقعد الناس دي في البيت وتروح تستورد بتستفيد ايه حلة سمسرة ليس ايه انا عاوز اشتري من هنا ابيع هنا واخد القرشين بتوعي في الفورتي فورتي وفلق استمتع ما تستمتع وتنبسط وتكسب دول يومين ماكسب صنع وصدر شبان زي الفل بالمناسبة كتير بيعملوا بقى اللي هي ايه المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة فيبقى بيصنع مثلا حاجات بسيطة زي الصناد الاحزية مصنوعات جلدية انا شفت ناس كتير كده وبيصنعوا وبيصدروا الافريقي والدولة بتشجع ومبادرات من البنك المركزي والرئيس يقول يلا يا جماعة وطنوا الصناعة وصدروا في اكتر من موضع صدر 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 هنعمل ايه تاني قل لي انا كراجل عاوز افتح مشروع صناعي وان كان صغيرا محتاج واحد اتنين تلات اربعة لا انا رهنك انه كل طلبات حضرتك موجودة ورهنك انه كل احلام سيادتك مجابة وخليك زكي في انك تتعامل مع مستلزمات انتاج تبقى موجودة هنا عملت كده اتفرج على سهر الصرف اللي هيقع عملت كده اتفرج على الاسعار بشكل عامل اللي هيقع عملت كده اتفرج على معادلات التضخم اللي هيقع لكن انت ما بتعملش كده طيب الدولة تيجي تقول احنا هنعمل واحد اتنين تلات اربعة ييجي بعض القطاع الخاص مش هقولك كله فيه رأس ملايه وطنية جميلة وكل حاجة ييجي بعض المستثمرين اللي كما في القطاع الخاص يقولك لا يا جماعة كفاية الدولة ما تخشش في كل حاجة تتسبونا لدينا فرصة ان احنا نشتغل طيب تيجي الدولة تقولك اتفضلوا جماعة فرصة عشانتوا تشتغلوا فالقيك لما تيجي تشتغل بتضطر برضو تروح تستورد وانت مش لا كلمة تضطر غلط احزفها من المطبطة زي ما بيت قال قالقيك برضو رايح تستورد الله وتضحك على نفسك وانت جايب شوية حاجات بتروح مركبها على بعض وانت بصنق اهو لا انت بتركب الحاجة على بعضها ادي كل القصة وتجميع في التافة يعني يا ريت مثلا بنجمع مش حاجة في التافة هي يعني مش منطقي مش مفهوم انت عاوز تكسب صنع وصدر عاوز الدولة اقتصادها يبقى احسن واقوى ومعدلات التضخم تقل ومعدلات البطالة تقل صنع وصدر ازرع وصنع وصدر انا بكلمك بجد ازرع صنع صدر سهل اه صنع صنع صدر فقط كفاية استيراد مش عشان حال بالمناسبة احنا لو اعظم واقوى واعمق واكثر اقتصاديات العالم تأثيرا هقولك بردو ما تستوردش قدر الامكان انت تستورد فقط اللي انت ما بتعملوش يعني فليكن شيء ما بتعرفش تزراعه او ما ينفعش يتزراع عندك وان كان دا اصبح بيصل كمان بالتقدم العلمي اللي حاصل في التكنولوجيا الزراعة ان ما فيش حاجة ما بتزراعش في حتة ممكن تبقى تكلفتها الاولية اكتر حابة الى اخير ما تيجي تتفرج على مشروع الصوب على سبيل المثال ما دا عندنا هنا في مصر في بلدنا يعني انت بتصنى حاجات تتصدر لالمانيا وتعمل مشروعات صوبة علشان تنتج حصلات زراعية ما كنتش بتتزرع عندك قبل كده وبتعمل مراكز ابحاث وبحوز زراعية او هي موجودة بالفعل عندك علما وبحثين قاعدين بيشتغلوا علشان خاطر يقدروا خلوك تعرف تزرع حاجات كتير جدا وبتصدر كتير يا رجل دا الجماعة الامريكان من اقل من سنة كانوا بيحتفوا على موقع السفارة الامريكية نفسه في القاهرة هنا بيحتفوا بالعنب المصري اه انت حضرتك بتصدر عنب لامريكا دا ما ظنش تعرف الموضوع دا دا مثلا يعني انت تعرف النهار دا على سبيل المثال ويمكن دا هنا في السياق المتصل وده خبر بالمناسبة مهم ان حضرتك تبقى فاهمه وعارفوا النهار دا فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع اللواء اركان حرب وليدة ابو المجد ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقوات المسلح طيب الاجتماع كان على ايه كان على متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مسألة توطين الصناعة توطين الصناعة بكافة اشكالها بكافة اركانها توطين الصناعة سواء اذا كانت متعلقة بامور انتاجية توطين الصناعة في مسألة التكنولوجيا الحديثة توطين الصناعة في مسألة التدريب للكوادر البشرية اللي احنا محتاجينها توطين الصناعة علشان خاطر التصنيع والصيانة اللي هي خدمتنا بعد البيع صيانات توطين الصناعة علشان خاطر نعمل بنية اساسية اذا كانت صناعات مغزية او صناعات انتاجية الى اخره توطين الصناعة علشان نخلق فرص عمل اوسع فرص عمل اكتر واوسع يعني ناس بتاخد مرتبات ناس بتاخد مرتبات يعني جيوبها فيها فلوس يعني تقدر انها تشتري اكتر تشتري اكتر يعني بتشتري منتج ما وهو المنتج ده كمان بيتزرع وبيتصنع وهكذا هي عملية مرتبطة ببعضها البعض الرئيس مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويمكن مية بيتكلم على توطين الصناعة وان احنا نبقى بلد قادر على طرح منتجات صناعة محلية بسعر اقل من نظرها المستورد الرئيس عارف ده كويس وفهمه كويس وبيوجه اليه كويس جدا وقالها فيه اكتر من موضع برضو يا جماعة احنا ما عندناش مشكلة في ان احنا نوطن الصناعة هنا لعندي مشكلة ايد عاملة قصة ايد العاملة الرخيصة و ايد العاملة اللي مش رخيصة دي نقطة والقصة التانية ودي اللي مهمة جدا هو انا ما بصنعش ليه او ليه عندي كده الناس بتقف بتقدم رجلي وتأخر رجلي لا لا المسألة اكبر من كده المسألة انا عايزك تصنع عشان انت تبقى قوي انت المواطن بالمناسبة وطنط الصناعة في هذا البلد على مختلف مستوياتها واشكالها وانواعها كل المواطنين هيستفيدوا النهاردة الاجتماع كان فيه تركيز عالي جدا على مسألة مشروعات البنية التحتية عندنا حجم ضخم وانتشار لمشروعات كبيرة على مستوى الجمهورية اذا بنحتاج الى صناعات مغزية للبنية التحتية صح؟ يبقى لازم نشتغل على ده وانا هنا برضو هبقى محتاج ايه؟ محتاج العمل ومحتاج الموظفين ومحتاج المهندسين محتاج كل حاجة اي صناعة محتاجة كل الكوادر مش محتاجة نوعية معينة كل الناس انا محتاج طول الوقت مدير تنفيذي سي او محتاج طول الوقت عامل عظيم ومحتاج طول الوقت مهندس بارع ومحتاج طول الوقت موظف اسمهم ايه ده الموارد البشرية عظيم إلخ 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 شركات ومصانع ومزارع وكله يغذي بعضه البعض مش بقولك من الإبرة للصاروخ خالص العالم ما بقاش في حاجة اسمها من الإبرة للصاروخ لكن العالم قدر الإمكان يحاول دائما أن يصنع كل شيء وانت عندك القدرة طيب لما تيجي تشوف هنا وحتى ويمكن ختاما وأنا بقول كلمة القدرة مصر بأمر الله سبحانه وتعالى هي البلد الوحيد اللي عنده القدرة أنه يخلق توافق أو يعقد هدى أو يستطيع خلق اتفاقات وتكاملات إلى آخره خاصة في الصعيد السياسي أو بالأخص ومن الأبرز الصعيد السياسي مصر هي اللي قبل كده عمل التثبيت وقف إطلاق النار السنة اللي فاتت لو تتذكر والسنة اللي فاتت برضو الرئيس الأمريكي جو بايدن هو اللي كلم الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علشان خاطر يشكره على قدرة مصر وجهود المبزولة في تثبيت وقف إطلاق النار إن كنت حضرتك تتذكر ولو مش فاكر قدينة بنفتكر سوا فتجد إنه بعدوان ضاري بائس على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والعالم وقف وقام وأقدر أقول هلك كده على بلاطة ما عملش حاجة شجب وندد ووقف متفرجا مشدوها العالم عشان كده كنت بقول زميلي يوسف وزميلتي إنوها إنه لأ ده مصر جامدة وكبيرة فمصر هي اللي قدرت إنها تصل إلى وقف إطلاق النار الصورة اللي حضرتك شايفها قدامك في القطاع دلوقتي حالا مباشر من قطاع غزة فتجد الإشادة الدولية الواسعة بالجهود المصري مهم نرجع للجد فتجد وهو يقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهد المصري المبزول لوقف هذا التصعيد في غزة ما بين تل أبيب وما بين المقاومة الفلسطينية بايدن قال بالنص أتقدم بالشكر للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا في دبلوماسية وقف إطلاق النار في غزة أيوة فنة مصر نجحت في إقرار وقف إطلاق النار في القطاع أو بالأحرى على القطاع مصر قدرت أنها تعمل اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامي ومع تل أبيب وتكللت هذه التحركات المصرية الحمد لله أولا وأخيرا وكما جرت العادة بالنجاح نجاح في وقف نزيف دم لأهلينا في القطاع حالة من الترحيب الشعبي والرسمي الحمد لله والشكر لله في الأراضي الفلسطينية معنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية يعني يحلل لنا هذا الموقف أهلا 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 إزاي الصحة كله تمام الحمد لله ربناك لازم مرة نلتقي في البرنامج مش هو تنفع اللقاءات السريعة لما بيبقى فيها لقاءات مهمة بحضور فخامة الرئيس لازم لازم وعدنا بلقاءة أشكرك فيما يتعلق بوقف اطلاق النار ويمكن دا للمرة التانية أأسف وانا أقول على التوالي سنتين متتاليتين السنة اللي فاتت كان فيه تسبيت لوقف اطلاق النار واستنادي وقف إطلاق النار والحيلولة دون المزيد من العدوان على قطاع غزة كيف يرى سيد أحمد ناجي أمحى الموقف أو بالأضاق القدرات المصرية في إنها تنجح دائما في هذا الأمر ونيجي بعدها هيبقى لازم في عندنا سؤال يعني هي هدنة ولكن هنعمل إيه في اللي جاي طيب هي الأمر يرتبط في فلسافة الدولة المصرية في التعامل مع الخضاياة الفلسطينية القضايا الفلسطينية هي القضايا الأم بالنسبة للقضايا الإقليمية وثأتي على رأس الأولويات دائما للسياسة الخارجية المصرية يمكن الأمر ده اتضح يا أستاذ يوسيس مع زيارة جوبايدن الأخيرة إلى المنطقة وقمة الرياضة ويمكن إحنا سوفنا في المطالبات المستمرة سواء في كلمة مخامة الرئيس أو قمة القادة والزعماء والملوخ والأمراء وأولياء العهد ودول رؤوس الوزراء اللي كانوا موجودين إزاي أن الجميع أجمع على أن القضايا الفلسطينية هي القضايا الأولى والتي لها الأولوية ويمكن ده اللي ركز عليك جوبايدن وسجله حرصيا خلف المتعددين الدولة المصرية شايفها هذه القضية هي القضية المحورية التي يتم على أساسها تغييب الأزهان والتجنيد والحجد على غير وعي حقيقي بأصول الصراع ولكن الحجد المعنوي الذي يكون مشبعا بالعاطفة تجاه قضية هي قضية مصيرية لتحقيق الأمن القومي العرب وبالتالي الدولة المصرية بتشوف هذه القضية المنبع الأصيل اللي بيسمى من خلاله تجنيد لهذه التنظيمات الإرهابية وأن في حل هذه القضية آلية آمنة لتحقيق الأمن من استمرار التجنيد لشباب المنطقة العربية على هذه الخلفية بالإضافة إلى الفرص التي يمكن خلقها من تسوية اصطراع العربي الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية من فرص تحقيق الأمن والاستقرار ويمكن ده اتضح تنسبات الموقف المصري دائما الذي يطالب بحل هذه القضية على أساس الدولتين وعلى أساس قدس الشقيعة الثاني وضمان حق العودة للاجئين إلى أخر من القرارات التي أقرتها الشرعية الدولية في هذا الشأن وأمها العودة إلى حدود الرابع من يونيو 67 الخلفيات دي كلها بتقبع في ظل تفاعلات سواء داخلية في دولة إسرائيل أو تفاعلات إقليمية بلغة الخطورة أو تفاعلات دولية تزيد من حدة احتمالية تفجر هذه الأزمات هذه الأزمات التي يمكن أن تتحول إلى مصدر للخلق الإقليمي ومصدر الإصراب الإقليمي كل هذا بيقود في النهاية إلى نوع من أنواع عدم التوازن في العلاقات الدولية ومن ثم عدم الاستقرار في إدارة ملفات سياسة خارجية لكافة الدول العالم لا تستطيع أن تفصل الانتخابات الإسرائيلية القادمة عن هذه العملية التصعبية التي جرت في الأراضي الخلسطينية وتحديدا في قطاع غزة إسرائيل متذرعة أنها دخلت من أجل القبض على رؤوس حركة الجهات حركة المقاومة وأنها استهدفتهم بهذه العملية التي استمرت إلى مدى أربعة أيام وخلفت من ورائها أربعة واربعين ضحية تقريبا لما بنبص للعملية لازم أن نعتبر هؤلاء سهداء لأنهم سهداء لقضية عادلة سهداء لقضية عادلة تعلي من الحقوق العربية على ما عداها من حقوق وتعلي من شأن المواقف العربية الموحدة التي تجلت أخيرا لكن يبقى أن كل هذه التفاعلات مع هذه القضية لم تغب عن صانع ومتخذ القرار المصري يمكن لما كانش فيه متخذ للقرار المصري استمرت جهود صنع القرار والأجهزة والمؤسسات الأمنية في الدولة المصرية في التعاطي مع هذه الأزمة ومحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة على حالة الأزمة الداخلية في الداخل الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية طول الفترة من 2011 وحتى استعادة تمام الأمور للدولة المصرية في 2015 عام 2015 كان عام حاسم جدا لأن فيه تم مرة أخرى طرح المباطرة العربية وتم أيضا المطالبة بتوحيد الجهود الدولية من خلال الرؤية المصرية الفرنسية التي صيغت بعناية شديدة من أجل حل هذه القضية على نحو عاد الحقيقة لا ينبغي أن نهضر من قيمة الدون المصري لو لم تكن الدولة المصرية قد استعادت مؤسساتها واستعادت عالياتها واستعادت قرارها في يد متخذ قرارها الذي يتمتع برؤية استراتيجية في التعامل مع هذه الأزمة ما كناش نقدر نمارس هذا الدور من التأثير لأن هذا الدور من التأثير في التفاعلات الإقليمية وبالتحديد على فعيد القضية الفلسطينية هذا الأمر يرتبط باستعادة الدولة المصرية لفعالية تياساتها الخارجية ومن ثم القدرة على التأثير على المواقف الدولية والقدرة على التأثير في أي أزمة من الأزمات يعني مصر لها موقف مشرف طراحته بالأمس بشأن الأزمة الصينية التيوانية ويمكن طرحه فخامة الرئيس في زيارة الكلية الحاروية النهاردة مصر في نفس الليلة بتستطيع أن تتوصل إلى اتفاق الهدنة وتدخله حية التفعيل تماما كما فعلت في العام الماضي ده بيدينا مؤشرات أن الدولة المصرية قادرة ولها ليدة طولة على التفاعل مع أزمات الأقليم وأنها تتمسع بالترحيب من كافة القوة الأقليمية أو الدولية التي تدخل في صراع لأن مصر تتبع سياسة خارجية تهدف إلى تحقيق المكتب للجميع وفي نفس الوقت مصر تحاول أن ترشد وتعقل من التفاعلات الدولية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والسلمية بعيدا عن أجواء الصراع والأزمات التي تنتهجها بعض الدول كآليات للتعامل في السياسات الخارجية طيب هنا ماشي كامل جاء الترشيب الدولي بالتحركات المصرية الأخيرة ويمكن الترشيب الدولي ده احنا ممكن نقسمه إلى ترشيب الولايات المتحدة الأمريكية باعتبرها بقوة الأزمة في العالم ويمكن حضرتها تأشرت في هذا الإطار إلى كلمة رئيس الأمريكي جو بايدن الذي شكر فيها الرئيس عفلت والمسؤولين المصريين رفيع المستوى الذين لعبوا دورا مركزيا في هذا كفوة الدبلوماسي هنا اللي أنا بقول لحضرتك عليه أن عندك متخذ قرار وعندك صنع قرار قادرين على التفاعل بقدر من المسؤولية كبير وعاقل ورشداني مع مثل هذه الأزمات كذلك أنك أنت بتشوف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتريكس وهو يرحب في الدور المصري ويسمي على ما بغلته مصري من جهود بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة والساعدة للهدوء في هذه البقعة الحساسة من العالم بنشوف برضو المنصق الأممي الخاص بعملية السلام في الصرف الأوسط ثور وينسليند وهو بيتحدث عن دور مصر الحاسم في التوصل لهدن في وقت إطلاق النار في قطاع جزة بين حركة الجهاد الإرسامي ودولة إسرائيل رغم أن الوضاع ما زالت هشة لكنه يفت كل استقاط في قدرة الدولة المصرية على حماية هذه الهدنة كما فعلت في الصابق وزارة الخارجية الروسية بالطبع رحبت بهذه الغهود للوساطة وأتكبت على ترحيبها بالطور المصري الأصيل في الدفاع للقضية الفلسطينية والوصول إلى قرار وقت إطلاق النار بين الثرفين في قطاع غيره الأطراف العربية لم تكن بعيدة عن هذا الشتان الطرف المباشر الطرف الفلسطيني يمكن على مستوى السيد الرئيس الفلسطيني صخامة الرئيس محمود عباسة بوميزن عبر عن شكره للجهود المصرية وخاصة بالتحديد صخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أعلن أو قال نسمى المواقف صخامة الرئيس المتواصلة لنصر في الشعب الفلسطيني وقضياته العدل في نفس السياق جاء تسمين رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الذي عبر في بيان عن تقديره للمساهة الحقيقة وجهود كبيرة لفتاليها كمولية مصر العربية لتحقيق الأمن والمستقرار في هذا الأقل وزير الخارجية الأردني أصلا أيضا السيد أيمام الصفبي قال أننا نرحب بالهدن في غزة ونسمين على الدور المصري الحقيقة أن الدور المصري هنا دور لاقى هذه الإشادة على هذا النحو فهو يعبر عن توجه أصيل للدولة المصرية تجاه هذه القضية ويعبر كذلك عن المستقبل المستقبل في هذا الإقليم لا يمكن أن تفصله عن التوصل إلى الحل الدائم والسامل والعادل لهذه القضية وما لم تلتفت القوى العظمى في العالم إلى ما طرحه الزعماء العرب في القمة التي انعقدت في الرياض من حتمية التدخل بعدالة وبنجاحة في هذه القضية لتحقيق الأمن والاستقرار إذا كانت ترغب في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا الإقليم عليها بالضغط على كل الأطراف خاصة الطرف الإسرائيلي من أجل التوصل إلى تسوية المية وعدالة لهذا السر طيب أستاذ أحمد دلوقتي حضرتك ونا وأبائنا رحمة الله عليهم عصرنا هذه القضية منذ الميلاد وما قبل ميلادنا حتى وحتى ما قبل ميلاد الأباء فكنا طول الوقت بنتكلم على حل عادل وإنه على العالم أن يلتفت الله يزود أستاذ أحمد ناجي أمحى أنه هو العالم ملتفت لكنه في الآخر خالص لا يبالي يعني ما هو عارف أنه فيه صراع مركزي في المنطقة وأن هذا الصراع يحتدم دائما وأبدا خلينا نحط الأمور هل إحنا إحنا مصر عندها طرح شديد الوضوح لحل هذه القضية قائم على مسألة حل الدولتين زي ما حتك ذكرت كده قائم على مسألة العودة إلى حدود 4 يونيو 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية السؤال هنا هو إحنا منتظرين إيه من العالم اللي قاعد بيتفرج عمليا بقاله 124 سنة على مأساة بدأت من مؤتمر بازل حتى هذه اللحظة يعني هو أنا ليه منتظر العالم ده سؤال السؤال التاني أما آن الأوان للجانب بتاع الكيام الصهيوني أن ينعم بسبتا هادئا يعني هم مش عاوزين ينعموا بسبوت هادئة لسنين كثيرة قادمة ما هو ده يتوقف على أهداف دولة إسرائيل ورؤيتها لنفسها في الإقليم ولازم تربط ده بكل اللي حصل في الإقليم والتمهيد لكي تكون هذه هي الدولة الأكبر في الإقليم من خلال مخططات حاولت أن تقسم الدول العربية الكبيرة وتهدر مخدراتها وتشرد شعوبها على مدار السنوات الماضية فده رؤية مرتبطة بأمن إسرائيل اللي تضمنه القوة الأعظم في العالم المتحدة الأمريكية لكن يبقى الأمر الأهم أن العالم عليه أن يلتفت أن مصالحه يمكن أن تهدف في هذا الإقليم وده الأمر اللي لازم العالم يرتبه ليه لن تظل الدول العربية تقص موقف ساكن للدول العربية لديها قدرات ولديها إمكانيات ولديها ثروات يمكن أن تمثل تهديداً للعالم هل تريد الدول العربية أن تستخدم هذا النوع من أوراق الضغط ولا أنه من بعد 73 اتخذت الدول العربية قرارات بعدم استخدام أي أوراق ضغط على الجانب الأمريكي على سبيل المثال يعني ما إحنا من 73 ما شفناش ضغط بصف إحنا بنتكلم أن إحنا دول تتفاعل بعقلانية وبرشادة إحنا العالم النهاردة أمام أزمة كبيرة جداً جراء الأزمة الروسية الأوكرانية العالم كله مستوعد أنه يقدم بأوروبا الوحيات المتحدة تقدم بأوروبا وحتى بنفسها على برد شديد طارد يمكن أن تعاني منه الشعوب الأوروبية حالة استمرار تفاكم الأزمة الروسية الأوكرانية على النحو اللي هي موجودة عليه مع احتمالات تمددها نتيجة المناوشات المستمرة مع الصين حول تايوان حلو إذن أنت تتحدث عن عالم يتدخل بقوة لحماية مصالحه لحماية مصالحه ولحماية شركاء الاستراتيجيين إذا كانت هناك نية صادقة وقالصة وعادلة للتعامل مع قضايا وحقوق الشعوب ينبغي أن ينظر من كافة قوة العالم وعلى رسالة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النحو العادل من هذه القضية لأن هذه القضية العرب متفقون عليها هذه المرة أنها قضية الأم هي القضية التي تضمن تحقيق الأمال الأمريكية لتحقيق السلام في الإقليم ولتحقيق علاقات طبيعية وفي الإقليم ولكن لا يمكن أن تصور أن يتم هذا الطرح قبل أن تتحقق على الأرض بالفعل سياسات عادلة من أجل ضمان حالها وهو إسرائيل هتعمل كده ليه يعني على سبيل المثال العالم يخشى من شتاء قارس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بس بالمناسبة لأنه عارف أنه كفة الأطراف مستعدة تبزل الغالي والنفيس عشان كل واحد يحصل على مكتسباته بس في اللي بيحصل عندنا هنا بقى في منطقة الشرق الأوسط علما بأنه من الوارد أن تكون هناك يعني أكثر من فصل صيف يتحول إلى جهنم لو الأمور ازدادت واحتدمت الأمور أكتر من كده لكن العالم عارف أن الأطراف المتصارعة مش مستعدة طول الوقت تبزل الغالي والنفيس يعني الصهاينا مستعدين يعملوا أي حاجة إحنا لا نحرك السواكن يعني إحنا كمجتمع عربي لا نحرك وسواكن إحنا بنقف متفرجين طول الوقت أو نجرب ونندد ومنتظرين واشنطن تحل باستثناء باستثناء أنا أراه وحيدا القاهرة على رأي محمود درويش خيمتنا الأخيرة كان بيقصد بها بيروت لو هو عايش هيقول لك قلعتنا الأخيرة القاهرة طيب لو حضرتك شفت الدور المصري في الطرح العربي في قمة الرياض الأخيرة وارتباط هذه القضية بالأولوية الأولى التي تحدث عنها جميع الزعماء العرب في هذه القمة هنا لازم تفهم التأثير المصري على باقي الأطراف العربية لكي يوصلوا رسالة بصوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية أنه حان الوقت لكي تتخلى عن رعاية إسرائيل حضرتك بتقول لي إسرائيل ممكن تتنازل إسرائيل ممكن تتنازل إذا لمست بالفعل تغيرا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت سوال الحقود الماضية على أمرين رئيسين الأمر الأول يتعلق بضمان أمن وسلامة دولة إسرائيل الأمر الآخر يتعلق بضمان استمرار توريد النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحيث ضمان استمرار توريد النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمرين دول الأمرين في الغازة خطورة النهاردة أنت بتتساعد كنتك في ظل اكتفافات الغاز في الإقليم وبالتحديث في الدولة المصرية وتحول القاهرة إلى عاصمة للغاز في الإقليم وعاصمة طرع بصورة توافقية وصورة تدامنية في إطار تحقيق مبدأ المكتب للجميع بين تأسيس منتدى الشرق الأوسط الغاز ومقر القاهرة بهدف توسيع المصالح وطربيط المصالح بين كافة الأطراف الإقليمية إذا كانت هناك رغبة جادة لاستمرار مثل هذه المشروعات التعاونية لضمان التنمية المستدامة في الإقليم لابد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاهم أنها حانة عليها الوقت أن تعدل في استراتيجياتها لا يوجد أي تهديد لدولة إسرائيل أكثر مما يتم ممارسته على الأرض لأن هذا الأمر إذا استمر على هذا النحط فيستمر في تفريح المزيد من العناطر الممحة عقلها ويصبح الكل خاسر في هذه المعادلة هيصبح الكل خاسر في مثل هذه المعادلة هذا الحديث يجب أن يستمر لازم نعود ونناقش القصة دي أو نناقش هذه الديلمة إذا صح التعبير على المائدة اللي مش مستديرة أرجوك أنا بشكرك مرة تانية الكاتبنا الصحف الكبير أساس أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية معلش عذر رح يطورنا في القصة بس دا إيمانا من إنه هو قضيتنا المركزية في المنطقة هي قضية الصراع العربي الصهيوني لو القصة دي اتحلت أنت مش متصور كم الحاجات اللي هتحل تباعا في المنطقة بالكامل القصة مش قضية بس الأمن القومي العربي دا قضية الإقليم على اتساعه مش من المحيط للخليج فقط لا غير لا ما قد تسميه أمريكا شرق أوسط كبير بتسمياتها هي حرة لكن الإقليم في شكل أكثر من الاتساع إن أردنا بالدول المحيطة بالمنطقة العربية الأمور هتبقى أهدى كتير جدا 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 الحديق يفهم فاصل ونكمل الكلام دا الخطة اللي موجودة بتاعة حياة كريمة اللي مرصود لها ستمية سبعمية أو يزيد المفروض دا لمدة عشر سنين يعني الكلام دا كان ممكن نبالين فقدة اللي يتم تحقيقه خلال عشر سنوات قادمة عشان يحقق أمراضه إحنا مصررين إن إحنا نحققه خلال الثلاث سنين دول اعتبر من نصف السنة دي والمدة الثلاث سنين ينفق الستمائة سبعمية مليار دول حياة كريمة حلم تحول إلى واقع يغير ملامح حياة الملايين ومبادرة رئاسية استهدفت بناء الإنسان البداية كانت مطلع عام 2019 عندما دع الرئيس عبدالفتاح سيسي مؤسساتي وأجهزة الدولة بتنسيقه مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وعلى الفور خصصت الحكومة 103 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والعنشطة الرياضية والثقافية مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات عديدة من بينها بناء أسقف ورفع كفاءة منازل ومد وصلات مياه وصرف صحي وتقديم مواد غذائية للأسر الفقيرة وغيرها كما أن المبادرة بها شق للرعاية الصحية يشمل تقديم خدمات طبية إلى جانب تنمية القرى الأكثر احتياجا طبقا لخريطة الفقر وصرف أجهزة تعويضية بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق من أجل تلك الأهداف تم تقسيم القرى المستهدفة لثلاث مراحل طبقا لنسبة الفقر فيها واستكمالا للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بنهاية عام 2020 وبتوجيهات من الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل حيث يستهدف البرنامج 4600 قرية يعيش فيها نحو 58 مليون مواطن أي نحو نصف سكان مصر ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 700 مليار جنيه هذا وتشهد مبادرة حياة كريمة لأول مرة على مستوى العمل العام اجتماع أكثر من عشرين وزارة وهيئة وثلاث وعشرين منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراساً يحتذى به في مجال العمل التطوعي ونواة لبناء جمهورية جديدة تنتصر لكرامة الإنسان كل من بشوف حاجة متعلقة بحياة كريمة أحس أن قلبي نشرح أه والله أتكلم بجد أحس أن قلبي بيرقص ليه؟ يمكن كلنا كلنا بنرى أنه وبقينا فاهمين جداً أنه حياة كريمة ده كمشروع وكمبادرة كبرى هي مش بس أكبر مبادرة على مستوى العالم من النوع ده في مسألة تغيير اجتماعي ومشروع تنموي عظيم لكن حتى وإنت ببص عليها بشكل إنساني جداً أنت عارف يعني إيه بتغير من حياة ستين مليون بني آدم؟ هديك تقولي تمانية وخمسين يا عم يوسف يا بتاع الأرقام والدقة هقولك ما هو عند انتهاء هذا المشروع تقريباً نبقى ستين واحد وستين مليون بني آدم حياتهم اتغيرت والحياة هنا مش بتتغير في الشكل هي كمان المضمين لأن انت بتغير من ثقافة المجتمع الريفي المصري اللي للأسف الشديد لأسباب عديدة مش هنعد فيها دلوقتي ولا نتكلم فيها تعب وأصبح فيها عنده مرارة حقيقية فأنت لما تيجي تغير كل ده وتلاقي إنه ثقافته تتغير في مسألة ثقافة المعيشة ونمط السكن والتعليم والعمل والخدمة والتطوع لأنه لما يشوف قدامه شبان وشبات زي الفل متطوعين ومتطوعات زي الورد بيقدمونه كل يومهم كل حياتهم عينيهم قلوبهم عقولهم خبراتهم سواعدهم دون انتظار أي مقابل مع إنه في مقابل إنه حياة كريمة مش هيغير حياة الستين مليون ولا الواحد وستين مليون بس ده هيغير حياتنا كلنا كلنا لأنه ده يحول دون وجود مثلا حاجة زي الهجرة الدخلية حياة كريمة هيغير وش مصر هيغير عند كل مواطن في مصر خلوني أخذ معنا على التليفون أستاذ خالد جمال المنصق التنفيذي للمشروع القومي حياة كريمة أهلا 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 محاولاتك بس يوسف والسلام وشاهدين متأخير حاولاتكم جميعا زي الصحة كله تمام ربنا يا باردك الحمد لله حدثني أكتر وأكتر عن حياة كريمة أنا كنت بتكلم يمكن في مقدمة بسيطة ولن توفي هذا المشروع ولو جزء يسير من حقه حياة كريمة أنا كنت بقول أنه ده مش بس هيغير في حياة 58 مليون مواطن حاليين ولكن يمكن عند انتهاء كافة مراحل المشروع ممكن يوصل عدد لـ 61 مليون في أريافنا وأنه المسألة مش متعلقة بتغيير حياة أهلينا اللي موجودين في الريف المصري ولكن هو هيغير حياة كل المواطنين المصريين لأنه هيبقى فيه تغيير اجتماعي وثقافي حقيقي بيحصل في مصر سمحني يا فن مبدأ يعني كانت صاد الرئيس في المقدمة اللي كانت موجودة من الرئيس كان بيأكد أننا المشروع ده المخاطر الزمني بتاعه عشر سنين وإحنا إن شاء الله هنقتصر فيه لثلاث سنين إن شاء الله يكون أقل من كذا الحقيقة إن إحنا كلنا في حياة كريمة ممشينا نفس اتجاه تغيير الريف وبنحاول القدر الإمكان إن إحنا نسلم المشروعات ده كلها في المواهل المحددة إن عندنا ملحمة حرفية لفقرة حياة كريمة للمشروعات اللي بتتم عندنا جنود موجودين على الأرض بشكل يومي طباحي ومسائي 24 ساعة بيشتغلوا على مشروعات حياة كريمة مشروعات حياة كريمة هتغير وجه الريف المصري بشكل عام وإمكان مصر كلها زي ما حارتك ذكرت إن إحنا بنستهدف 60 مليون مصري وإحنا طبعا ما شاء الله يعني عندنا الكسافة السكانية عالية فأعتقاد إن إحنا لما نخلص المشروع إن شاء الله هنبقى أكتر من 60 مليون مصري إحنا بدأنا نجني في الوقت الحالي ثمار المشروع إحنا بقنا حوالي سنة ونص أو حاجة المشروع أو أقل من سنة ونص إن دلوقتي بدأ نجني ثمار مشروعات قائمة متواجدة مداغس منتهية والتنلمت مجمعات خدمية تشطابت بشكل كامل وعلى أعلى مستوى مجمعات زراعية وصلات مية تغيرت في كل ريف المصري الكهرباء بقيت بقوة وفي أماكن إحنا دخلناها قبل قبل بداية المشروع كانت تعاني أشد المعاناة من الكهرباء ما كانش فيها الكهرباء ولا فيها حتى أصلا البيوت المفتاح ما كانش فيها الكهرباء حالين الشارع اللي موجودة فيها مش مجرد البيوت بس واصل لها كهرباء إحنا بنشوف دلوقتي حاليا في ذكرت الجمال المتطوعين ودورهم إحنا حاليا مش معنا مجرد متطوعين شباب إحنا معنا متطوعين طبيعيين من القرية معنا شيوخ قرية ومعنا سيدات ومعنا أطفال بيشاركوا معنا في المشروع عندنا على الصفحة الحقيقة كريمة كمية تعليقات وسواء إيجابية بالمشروع أو سلبية أو تعليقا على حاجات تخص المشروع أو مشاكل موجودة مع المأولين بنفحصها ونرصدها بشكل يومي وده يعتبر يعني أهم نوع تطوع فكرة أن يكون فيه مشاركة مجتمعية من المواطنين ويبعثونا مشاكل خاصة بالمشروع وتنفيذه وإحنا بننزل بشكل فوري بالتعاون مع الجهات المشاركة واللي منفذها المشروع ونرصد المشكلة ونحلها بشكل بشكل مباشر وإذا في حد ذاته تغيير في ثقافة المجتمع طبعا عندنا أحساب الانتماء وعندنا أحساب المسئولية كمان في الأول أول ما كنا بننزل المبادرة وكنا بنعمل رز كان بيبقى فيه نوع من عدم المنطقية المشروع وكانت الناس بتقول إن احنا لا يا عم التجاين تعمله هي وإيه اللي بتتكلمه فيه ده بالوقت إحنا بنتكلم إن الناس موجودة معنا اللي قدام بيته المشروع بيتابعه ويحفظ عليه لو فيه قدامه خمات أو معدات خاصة بالمشروع كأنها في بيته وبالضبط بيحفظ عليها فيه كده حالة من المسئولية المجتمعية وحالة من الرضا لدى المواصل عن المشروعات اللي بتقام في القرية أو المركز اللي موجود فيه طب أنا النهاردة أقدر أقول إن أنا عندي أرقام أعرضها على الناس وقولها إحنا وصلنا نسب تنفيذ مثلا قد كده في الصعيد قد كده في الدلتة قد كده شرق قد كده غرب إيه لآخره؟ طيب خلينا أقول لحضرتك إحنا عندنا عندنا المشروعات اللي موجودة في حياة كريمة مقسمة لجزئين مهمين جدا المشروعات المقامة على سطح الأرض زي المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية والمدارس والوحلات الصحية والمستشفيات الحاجات دي كلها نسب التنفيذ فيها وصلت لـ 87% حلو يمكن المشاكل اللي كان بتقابلنا أو هي مشاكل هي يعني معوقات طبيعية طبقا لطبيعة القرى اللي موجودة الصحي وبعض الأماكن اللي فيها الميا طيب ليه المشاكل اللي دي بتقابلنا لأننا عندنا الشوارع بيئة وهي تطبع حرارة يعني ففكرة تدخل فيها وتوصيل وصلات الصرف الصحي والميا دي بتاخد وقت كبير طبعا والحقيقة احنا الشركات والمهندسين معنا بيحاولوا يتغلبوا على المروضة طوال التقناعات الحديثة أو التعاون ما بين الأهلاء وبعضها لكن بشكل عام احنا عندنا طبعا مشروعات كبيرة جدا خلصت وانتهت زي ما قلت حضرتك في البداية المجمعات الخدمية عندنا وده بالنسبة لي مشروع مهم جدا وهيوفر على المواطن يعني خدمات كثيرة جدا كان بيتكبد ان هو ينتقل لها سواء في المركز أو في المحافظة زي مثلا احنا بتكلف في المجمع الخدمات نسب تلفيذ وسط في 60% وفي مجمعات سلمت بفعل وجهز على التشغيل خلال الأيام أول أشهر القليلة المقبلة بإذن الله عندنا مشروع بيبقى فيه مكتب تموين ومكتب بريد وشهر عقاري واستجل مدني ومكتب واحدة الشؤون الاجتماعية ومركز تكنولوجي حقيقة الخدمات دي كلها هتسهل على المواطن وكمان هتقدم له خدمة يعني تحترم أدميته ويبقى سعيد ومبسوط ان هو بيتلقى الخدمة دي بسهولة ويوصل عندنا كمان المدارس المدارس عندنا يعني سبعين وستين في المية ودي الحقيقة يعني يعني احنا المتوقع في النطاق بتاعتها في المبادرة فاحنا عندنا مشروعات كتير جدا خلاص سلمت واشتغلت وانا شافتها على أرض الواقع كمان هنكمل مع بعض الصرف الصحي وشغلين فيه وفيه أماكن كتيرة جدا خلصة ولكن زي ما قلت حضرتك هو طبعا الصرف الصحي هو يعني مشروع تأخر عشرات السنين ومشروع بدأ معنا من مصر في التسعينات طبعا فيه بعض الأماكن اتعمل لها حلالة وتجديد وفيه بعض الأماكن بدأنا فيها من جديد فده ان شاء الله يعني متوقع نهاية السنة يكون فيه نسبة تنفيذ عليها جدا ان شاء الله يعني انا ان شاء الله اما هنخلص كل المراحل بتاعة حياة كريمة كده اقدر اقول انه خلاص انا خلصت الصرف الصحي في كل ريف مصر مية حلوة في كل ريف مصر كهرباء في كل ريف مصر مش كده ده حقي احنا الوقت بتكلم في نطاق المرحلة الأولى من حياة كريمة 20 في 20 محافظة و 52 مدكس 477 قرية ام وحوالي 10.000 تابع ده ان شاء الله متوقع بنهاية السنة ان شاء الله كون نسى بالتنفيذ وفق فيهم فوق 90% بإجمال مشروعات ونسبة تبقى عالية جدا كان احنا بدأنا الايام دي نعمل رهز احتياجات للمرحلة التانية من مراكز حياة كريمة بتكلم في حوالي برضو 52 مركز وتعليم النفس عدد القرى فان شاء الله احنا هنمشي بالتوازي ما بين المرحلة الاولى والتانية تبقى بتعامي سيد الرئيس ان احنا ان شاء الله نبدأ فيه مشكل متوازي ونبدأ نشتغل وان شاء الله نخلص يعني مرحلة جبيرة جدا في مراكز سنة ان شاء الله بإذن الله هيت السنة دي ولا العام المالي سنة دي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اده وقدود انا بشكرك جدا وبشكركم كلكم جدا 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 كل الشكر للاستاذ خالد جمال منسق القطاع التنفيذي للمشروع القومي حياة كريمة شوف حياة كريمة لو عاوز تاخده في مصطلح واحد او في جملة واحدة من وجهة نظر المتواضعة جدا هو تجسيد حقيقي لإعلاء قيمة الانسان وده اللي بتعمله مصر خلونا نروح لتقرير عن مهنة التراثية وصناعة السجاد ودي واحدة من الصناعات المهمة جدا اللي عندنا بالمناسبة وفيه عندنا بلاد وقرى مشهورة بصناعة السجاد اليادوي بس عشان تبقى برضو عارف والسجاد معمول من الحرير الطبيعي وحدود اقول ايه اقول ايه واحد زمان زار قرية من القرى المشهورة بصناعة السجاد اليادوي وكان السجاد اليادوي الحرير بتاعها ده ليه سمعة عالمية يعني يشوف الانوال بتاعت الناس والصوابع اللي مش تتلف في حرير دي تتلف في دهب وقالماز يسأله بسؤال غريب جدا او الله وانتو بقى عاملين ملفات ضريبية هتيجي تقولي يا يوسف مهانز بالقدام اللي بيكسر يدفع عن ضرائب طبعا عشان مختلفة عن الاطلاق بس السؤال بس السؤال اللي وراء السؤال يعني او تعجبي ماذا وراء السؤال تخيل كان ايه اللي وراء السؤال ادي لك الاجابة ده من كم سنة زمان ولا حاجة افل مشاغل السجاد افل انوال السجاد عارف ليه عشان تعملهم تقديرات ضربية قد كده عن السنين الماضية لم يلتفت الى ان هؤلاء الناس دخلوا عملة صعبة حلوة للبلد ولم يلتفت ان هؤلاء الناس عملوا صناعة من اللاشي بالانوال اليدوي وعملوا السمعة والسيت واسم حلو كده فيوقع عليهم ضرائب بما فات بما قبل وكادت ان تندثر هذه الصناعة في هذه القرية من محافظة المنوفية على سبيل المثال للحصر طب كنت شجعهم على ان هما يفتحوا ملفات وبطاقات ضربية وشجعهم وحفز الصناعة بتاعتهم وبقى حصل يا سيدي الضرائب باللي جاي لكن تقف البيوت الناس واحد شوفوا التقرير وبعدين فاصل وفكروا يا الفرق ما بين زمان ودلوقتي خليكم عالم نحن موسيقى نتشيغل الصوب بأنواعه طبيعي ومسبوخ وبنشتغل بقر دخامة القطن برضو بأنواعه مسبوغ وعادي وبنشتغل الكتاب كمان بوائي اللي هو القماش اللي بيطلع من المصانع بنعمله حتة صغيرة بتتفرش في العربيات وتتفرش على الكنب في المنازل المهد هذه اندصرت راحت إيه اللي رياحها ضياحة كده العائد المادي اللي بييجي من الشغلة دي ما عادش يكفي للصناء النهارده عايزه مش أجلب 150 جنيه من جين عشان 200 جنيه عشان يعيش النهارده لو شرب 50 جنيه يبقى كرامي ما ينفحش وأنت بتقوله عليك ده إيده وتتلفى في حريق أنا عايز يبقى فيه حد يدعمني إن يعني يوجد لي مكان ألم الناشئ ده هوت وهدربه صح بحيث المنتج اللي هطلع من تحت إيده يدباع ما يضحش أنا تعلمت الشغلة دي وأنا عندي حوالي عن 12 سنة أولا كان صعب وما فيش اللي هي فيش مهنة قدام منك اللي غير هي وكان الأهل اللي باجا لنا عشان يلموا العال من الشوارع ما يروحوش يلعبوا في الشارع وعاد من دي وشغالهم هم لسه صغيرين يطلعوا من المدارس مثلا هم لسه صغيرين كده هوت الوقت الفضى بتاعه يشتعل في كان نقول عليها الجاعة ما كانش نقول عليها المصر كنا من ابتدائي بقى كنا نعملهم قرار ومواصل روحات من دي لما باجا عندنا حوالي 12-13 سنة نزلنا باجا أساسيين في جلب النور إذا إحنا وكانت باشتغل يعمل زي الصوف والكتاء وكان في حاجة اسمها خيش ومنضف على حرير دلوقت باجا أنا كلتوا باجا صوف وجوطنا وكتاء رأس ما ممكن تاخده فيه داكيو ممكن تاخده فيه رأس ما تاخده فيه داكيومي فيه رأس ما تاخده فيدك اسبوع فيه رأس ما تاخده فيدك الشهر حسب الشغل والرأس ما والإمكانات بتاعتي وصرعة إيدك أنا طلعت لجاة أبهاتي وأجدادي بشتغلوا في الشغلة دي أنا اشتغلت فهونا في سنة تانية ابتدائي بجيت عامل صبي بساعد أخواتي وأبهاتي في الشغلة دي فبدأت سنة في سنة حبيت الشغل فكان فيه فترة بينزل واتغد وأنزل ألعب في النول لوحدي كده أشتغل غلط أشتغل صح عبن أنا حبابك لحدا ما باجوا يضربوني وفضلت المتمرس في القصة دي لأن ما شدتش عالي لأن الشغلة دا شغلة بدنية لا بعد مستوى عايزة بدني عالي جدا جدا لأن إيدك وريدليك وعنيك وزهلك حضرتك ونتوا في حضرتك أنت مصار صورة وعايزة بعتنى تتنفذ تتنفذ بملامحك بوضعك العالي دا فيك تلوجب بتنزل في الأماكن بننزلوا نشوفوها بحتة مدينة زي بلد زي مدينة الحرانية دي بوضعها بشكلها العام كده بناخدوه ننفذ بالنسبة لصناعة السجات هي من حوالي سنة 1821 أو فيما قبل كده كمان هي مهنة طبعا إن شاء الله تبقى قلعة من قلاع الصناعة في الشرق الأوسط كله وهنا الناس أصحاب مهنة من زمان وولاد البلد وإحنا قدنا في إيديهم طول ما إحنا موجودين إن شاء الله تسويق طبعا حضرتك دا شيء مهم جدا وإن شاء الله إحنا بنحاول جاهدين أي معرض في أي أنحاء الجمهورية كلها نحاول نشترك فيه بإذن الله أو نحاول هم يشتركوا فيه طبعا إن هم أولاد البلد وهم أصحاب المهنة نفسها يعني ويكون إن شاء الله عائد عليهم بالخير بإذن الله موسيقى 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 بصوا جماعة أنا راجل عندي نظرية في مسألة التطعيم دي الكل الطعم يعني خد بالأسباب زي ما بيتقال عشان أنا عارف ينسي قلت لك يا جماعة ده صاحبي فلان الفلاني ابن خالتي علان العلاني الطعم وبعدين عيه القصة دي عم تتقال دايما على حكاية التطعيمات بتاعة كورونا وما إلى ذلك يا مولانا يا مولانا إحنا بنقول التطعيم بيعمل إيه؟ أي تطعيم؟ التطعيم بيقلل من الفرص بتاعة إصابتك بالمرض مفيش حاجة اسمها التطعيم 100% بالمناسبة حتى التطعيمات اللي كنا بنخدها وإحنا صغرين في المدرسة دي اللي هي في الكتف والحاجات اللي زي كده أي تطعيم يقلل من إنك تعية أو يجي لك هذا المرض مش الحيلولة بنسبة 100% وعليه أنا أشجع الكل الطعم عارف أنت أمن تعيش متطمن؟ الطعم دلوقتي إحنا فيه عندنا التطعيم بتاع الأنفلوانزة الموسمية عشان الشتاء اللي جاي الطعم عشان دخلة الشتاء الطعم علشان فيه تغيرات مناخية كتير هتخلي الشتاء قارس على العالم زي ما شفتوا السنة اللي فاتت الشتاء اللي فات كنا مستغربين يا جماعة اللي بيحصل ده صح؟ طيب لو سمحت الطعم التطعيم الحمد لله والشكر الله موجود في فاكسيرا طبعا ده بالإضافة كمان إن فيه تفعيل لخدمة الإقلاع عن التدخين في 14 عيادة نفسية معانا على التليفون بكل الترحيب وبكل المحبة يا دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أهلا 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 يا دكتور أهلا بك يا دكتور ربنا خليك يا رب دكتور حسام احنا بنقول دلوقتي أو أنا حتى كنت لسا بتكلم يا جماعة لازم الناس تطعم وتاخد التطعيم بتاع الأنفلوانزة الموسمية زي ما لازم ياخدوا التطعيم بتاع مثلا الجرعات المنشطة ضد كورونا إلى آخره بماذا ينصحنا دكتور حسام عبدالغفار تشجيعا للناس اللي دايما تقول ايه ما أصل فلان خد تطعيم وجاله المرض ولا جاله دور أمفلوانزة ولا جاله كورونا ومش عارف ايه تقول لنا ايه دكتور في الموضوع ده يعني عايزة أقول بكل وضوح إنه البقاء آآ ما زال هو خط الدفاع الأول وهو المواد ينفح لي على مستوى الاقتصاة وعلى مستوى ودارة الصحة البطرية باستعامل مع شدة المرابة وليادة معدلات الوفيات والحقيقة إنه الحمد لله احنا بقالنا اسبوعين آآ معدلات الإصابة المجتمعية حتى جثم آآ مما لا يشكل في الجزء الكبيرة من انخفاض شدة المصادة وانخفاض معدلات الوفيات في البيادة الخطرة بذاتيها مثل التصوات المجتمعية يرجع إلى آآ ارتفاع معدلات الوفيات وارتفاع معدلات المناعة المجتمعية اللي انا عايزة اقوله تأكيدا لكلام حضرتك اللي انا اسمعت من شوية إنه آآ لقاح الانتدوانزة وهو لطاح قديم هو معروف آآ وقالنا آآ الناس بتاخدوا من خطرات طويلة نسبة آآ كفاء في منع الإصابة بالانتدوانزة من خمسين وستمت المجتمع لكن نسبة كفاء في منع شدة المرض ولا قدر اللي هو الوفيات مستفعة جدا بالتالي مما النهاردة لقاح اللي كنت بتقول إنه آآ لست كفاء في منع الإصابة آآ ثمانين أو سبعين فده أعلى حتى متفاح الإنسلوانزة اللي ما يسألها ثمانين قويلة بنتعام المعين ونسبة كفاء في التعامل مع المرض الشديد وتعامل مع الوفيات الحمد لله يزيد عن عزيم طيب عزيم طيب دكتور حسام النهاردة إحنا عارفين إنه تم التوفير أو توفير لقاح الأنفنوانزة الموسمية في فاكسيرا لو يوسف لو فلان لو علانا عاوز بقى ياخد التطعيم يعمل إيه؟ أتوالك إلى باكسيرا أو إلى أحد فروع باكسيرا المتاشرة في جميع الحالة المقرية في أستطيع كمان أتوالك إلى الصيدليات لأنه كمان موجود في الصيدليات يعني موجود كمان في الصيدليات عشان محدش يقول لنا أصل فروع باكسيرا بعيدة عني مش كلام من ده موجود في الصيدليات في الصادت اللي يتعخر وضاعي قاسي سنة 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 وعشرين وعشرين ده التعامل مع الإنفنوانزة اللي هو إحنا بجمز ممكن أخده للأسطال مثل خصة مع شر عظيم جداً طيب هنتقل للمقطة التانية مسألة مراكز الإقلاع عن التدخين يعني الزرافات التبية والعالم التدخين يعلم أن تدخين طريق أكار ضرر يمكن على صحة الإنسان وعلى صحة مش بكل مضخين وضمان صحة المحيطين في المضخين وبالتالي جزء للمنا تقديمه هو يدارة الصحة لأنه إحنا دائماً بنجول ديها إسمها يدارة الصحة يدارة الصحة تعني انخفاض على الصحة مش بس معينة المرض يدارة الصحة تقديم الهدف منها هي أن نحقل الثالث صحيحاً جزء من الصحة ديها تقديمها عن أدرار ومن أكثر الأدرار التي اعتاد عليها أن تستغلت تتعالي معها التدخين لذلك كان هناك أكثر من مشارات سواعوية أكثر من مقاعات سواعوية أكثر من مصريات وإعلانات بالإضافة إلى العيادات التي وضعنا فيها والحمد لله يصلت إلى أكثر من 14 عيادات ضمن منظومة تدارة الصحة المطرية في التدخين من الاعتماد على التدخين ووصولاً إلى التوافق بشكل تاني على التدخين من خلال تدخين المطرية التدخين يا رب كل الناس تقني عن التدخين بقى كفايا كده أنا عايز أشكرك جداً 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 دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ما يتأخرش عن أي حد كما جرت العادة كل الشكر لك مرة تانية يا دكتور بالمناسبة في مبادرة حلوة قوي ومبادرة رئاسية بطبيعة الحال المبادرة الرئاسية للتشجير ميت مليون شجرة طيب الدولة زي ما أنتوا عارفين إحنا مصر مستضفين القمة بتاعت قبط 27 إن شاء الله في نوفمبر القادم في شرمشي قمة المناخ إحنا بقى عندنا مبادرة زراعة ميت مليون شجرة حلو كده؟ كويس هنا خلونا بقى نحاول نفهم على مسألة زراعة ميت مليون شجرة ده ياخد وقت قد إيه؟ وإزاي؟ وأنواع الأشجار اللي إحنا المفروض إن إحنا نساهم في زراعتها؟ وهل هناك تنصيق بشكل عام نقدر نعمله ما بيننا وما بين بعض إحنا كأهالي مش عارف يعني أنا أعود أفكر كده أقول إيه طب إحنا نزرع مثلا نباتات زينة؟ ولا نزرع أشجار مثمرة بقى؟ مثلا يعني دكتور محمد كمال أستاذ نباتات الزينة والأشجار وتنصيق الحضائق بكلية الزراعة جامعة المينيا أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا أستاذ يوسف زي الصحة كله تمام؟ الحمد لله بخير يا فندم أنا أحب الزراعة وأحب الشجر قد عناي لدرجة أن أنا دلوقتي قاعد عمال أقرأ عن الاستثمار الزراعي في زراعة الجنسينج في مصر أهو الله العزيز الله في مجالات كتير الاستثمار في الزراعة يعني أهو الله قاعد عمال أقرأ عنه بضراوة اليومين دول لكن قولي إحنا دلوقتي عندنا المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة هنا يعني وإحنا بنسأل دكتور محمد كمال نقول له نزرع 100 مليون شجرة من الأشجار المثمرة فتبقى برضو مفيدة حبتين للمواطن ولا نزرع نباتات زينة أو أشجار عادية من اللي إحنا اعتدنا إن إحنا نشوفها في شوارعنا بشكل عام في مصر هو حدثك داب إنزيبت الأشجار الفكهة لها احتياجات بيئية معينة ولها طرق رعاية معينة والصيانة معينة فما تنفعش في المشروع الكبير دو إلا بعض الأنواع زي الزيتون زيتون بيتحمل كل الظروف البيئة فإنت حدثك مش هتشجر في أرض عاديا أنت هتشجر في أنواع مختلفة من الأراضي ممكن تكون المنطقة أرض رملية ممكن تكون أرض صفراء ممكن تكون أرض رملية ممكن يكونها تعطينية ممكن فيها نسبة أملاك في أشجار الفكهة فهم إنها تتعمل في مثل هذا المشروع ممكن الزيتون يعني يلعب دور في هذا الموضوع لأنه بيتحمل كل الظروف وده بالتجربة يعني بينجح في المزايرة في الصحرة وبيضع في أشجار فكهة تانية بس موضوع المئتين مليون دي موضوع كبير وعايز يعني مقومات معينة عشان ينجح أهمها لتوفير الرأي أهمها توفير التمويل والأهم إنك تختار الشجرة المناسبة والنوع المناسب من الأشجار عشان ينجح في المنطقة المعينة أنت هتشجر على مستوى الجمهورية فكل منطقة تكون فيها بعض الأنواع أما كلمة تشجير حضرتك مش المقصود بأن أزرع شجرة في طريقه خلاص التشجير مفهوم مواسع جدا ممكن يكون أنا بزرع أشجار سردية في طريق ما أو في مكان ما أما المعنى التاني للتشجير إن أنا ممكن أزرع حديقة يعني فيها كل أنواع النباتات السيناء والمسطحات غضاء وفيها أشجار وقد تكون تشجير معناه إن أنا أزرع غضات صناعية على مياه الصف الصحي المعالج فموضوع 200 مليون شجردية مش هتوبة قصرة فقط على إن أنا أزرع في أماكن معينة ده أنا أزرع في كل وأنا ممكن أقول لأ حبيبتك إيه الأماكن اللي إحنا ممكن نعمل فيها نسبة هاجين مبادرة يعني حاجات كتيرة جدا جدا بس أهم حاجة زي ما قلت حيبتك التمويل ثم اختيار النوع المناسب من الأشجار ثم الصيانة والصيانة والصيانة المصود بالصيانة أعودها تطمرات إن إحنا ممكن بنعمل المشاريع بيتكلفة ملايين وخلاص ونفرح ونصور ونيجي بعد كده ما فيه الصيانة فالملايين بتبضى ملايين مهضرة والزرع بالذات حساس ممكن الطريق ما تمرس ثانا يعد يعني زي يعني في سيانته من تاني وسهل لكن زرع ده اللي كان ممكن يجرى زمان دلوقتي المسألة اختلفت جدا حلو قوي طيب إذا حبينا نحن نعمل مثلا زراعة لهذه الأشجار والنباتات المختلفة وفي نفس الوقت يبقالها قيمة اقتصادية بقدر قيماتها للبيئة بشكل عام دكتور محمد كمالي ينصحنا بإيه قصة حبيبك معاك يا فندا حبيبك أكتر حاجة ممكن تفيد مصر في هذا المشروع هو الاعتماد على الغابات الصناعية القائمة على الصرف مياه الصرف الصحي المعالج وزارة البيئة وزارة الزراعة دلوقتي موجودة عندنا على مستوى الجمهورية تلاتة وتلاتين غابة متقائمة على الصرف الصحي المعالج احنا عايزين انت عبد الحياة من ضمن مشاريع حياة كريمة لحياة كنت بتتكلم عنها وبتسرد يعني اللي بيحصل فيها من ضمن المشاريع انهم دخلوا الصرف الصحي في قرى كتير وفي أماكن كتير طب مية الصرف الصحي دي اللي هتوبى على مستوى القرى والمحافظات والمدن وهو وهو ما احنا ممكن نستغلها في انشاء كثير من الغابات الصناعية هي بدلها مردود بيئي لانتعاف الغابات وده من ضمن سي تقولك من ضمن أسباب انتغال المناخ هو قطع الغابات بملايين الهكتراض في دول أمريكا اللتينية وغيرها عشان يا إما بغرض استغلال الأخشات بتاعتها يا إما الأرض اللي كانت مزلوعة فيها الغابات يزرعها محاصيل تقليدية محاصيل خبار فك الغابات الطبيعية اللي ربنا خلاها في الكون ده عبارة عن مستنطع كربوني يعني مستنطع كربوني إن أي نبات أخضر على وجه البسيطة بيقوم بعملية معينة يعني أساسية بيعتمد على الحياة وهي عملية اسمه عملية الدناء الضوئي والنبات بيجهز الغذف تاعه اللي بيساعده عن نمو إنه بيقوم بعملية اسمه عملية الدناء الضوئي هذا العملية مهمة جدا لنبات والكائنات الحية الأخرى يجد الصبغة الخضر اللي هو الأخضر يسمعك وروفيلات وفي الآخر يديني وفي الغذف في الغذف ونحية الثانية من المعاتلة يديني السكريات وبيديني أكسوجين يبقى الأشجار عموما ومثالة في الغذات كحاجة واضحة جدا هي عبارة عن رئة يتنقل إجاوه من سادي أكسور الكربون في عميتي البناء الضوئي وتديني في الناحية الثانية أكسوجين اللي يجب يتنفذ كل الكائنات وبالتالي القطع اللي حصل في الغذات والحرايق اللي حصل في الغذات على مستوى العالم حتى وصلت عمد لفكشات المتوسط وفي جنوب أوروبا وطبعا في أمريكا الناتنية الحرايق دي حصل يهم الفاعل يهم السببب في صحرات الجو يهم يعني أجلات كتيرة هذه الحرايق خلت في وشها ملايين الإكتراض من الأشجار اللي موجودة في الغذات وبالتالي التوازن البيئي اللي كان ربنا خلقه وخلقه مالي خلقنا في الغذات دي بأشجارها بعميات البناء الضوء بتاعاتها بالأكسجين بتطع منها حصل الاختلال على مستوى العالم مع الانبعاس الحراري اللي ناتج من التصنيع والخناء اللي حصل بين أمريكا والصين على فاسهم أكسر دولتين فيهم تصنيع بيحصل عندهم الانبعاس الحراري الحاكتين دولة الانبعاس الحراري بتاع التصنيع زائد طفع الغابات والحرايق اللي حصل فيها الحاكتين دولة أكتر حاكتين أو أكبر سببين في التغير المناخ محدش وقت باله من كده فإحنا عشان يعني من هذا الوضع والحاسم من الوضع البيئي وطبعا المؤتمر اللي يحصل عندنا في نوفمبر إن شاء الله إن شاء الله يعني ليه ظرف الموضوع دو نتمنى زين نشوف ربنا هدو الصين علينا هي وأمريكا ويقللهم بأسر حراري بقلبي التقليل من الوقود العضوي اللي موثل في الصح وفي نفس الوقت نعيد ضراعة الغابات واللي نحن في مصر المتين مليون شجرة دولة هيعملوا الكلام اللي أنا بقول هيعملوا توازن بيجي في مصر ويحسنوا من البيئة في مصر نتيجة عن طريق طرح حاجات كتيرة جدا إنها هتجدل الأكسجين هتقلل للتلوش نفس الوقت لو أنا عماس الغابات كتيرة في مشروع التشجيل دو عرميها الصف الصح المعالج أنا يبقى عمد أحد نستوى كل سنة بـ 2-3 مليار دولار أخشاب من الدول الاسندنسية ومن الدول الحسطة اللي هي حوالين بحرة شمال وحل البلاد بنجيب كل سنة خشب كلا نجددها صحيح فموضوع التشجيل يبقى موضوع بيئي وموضوع اقتصادي في نفس الوقت مما لا شك فيه يعني هي المسألة فعلا هتيجي أظنها بالطريقة دي وأنا أشكرك أولا جدا 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 دكتور محمد كمال أستاذ نباتات الزينة والأشجار وتنسيق الحضائق بكلية الزراعة جمعة المانية أيوة الغابات الخشبية زي ما بيتقل كده أو الأشجار الخشبية دي بقى ليها قيمة اقتصادية ومردود اقتصادي هتيجي تقول لي عام يوسف ما وفي أنواع من الأشجار اللي احنا بنضطر نستورد أخشبها زي الحاجات اللي بنطلع منها خشب الأروة وخشب اللي مش عارف الزين وخشب البطيق الحاجات اللي زي مكتب دي ما تتزرعش عن دين وارد بس اللي عايز يقوله لك برضو طريقة التصنيع التقليدية بتاعة ألواح الخشب اللي هو الخشب الفاخر اللي بيسموه صالد وودة تقريبا بتخلص من الدنيا حفاظا برضو على البيئة يعني مش عشان حاجة هو جميل وشيك ويجنن بس بالمناسبة برضو هو غالي جدا وتكلفته على الكوكب نفسه على بيئة وصحة هذا الكوكب عالية جدا الناس دلوقتي بقى بتستخدم حاجة اسمها الخشب الرقائقي والخشب المفروم ما تعرفه بشكل حاجة والخشب اللي معمول من حاجات أقرب إلى فكرة الورق زي الام دي اف والأتش دي اف والحاجات اللي من النوع ده تاني العالم بيتجه لشكل آخر من الصناعات الخشبية ان الأوان احنا كمان نعمل ده عشان نعمل ده هزرع ان شاء الله 100 مليون شجرة 200-300 مليار شجرة فنغير من شكل حياتنا أو بيئتنا على الأقل في هذه الدولة وعلى وعسى أن يحزو نفس الحزو كل دول العالم ولنا ان شاء الله في كاب 27 شرم الشيخ ان شاء الله يبقى أسوى حسنة ونقدر ان احنا نخرج بالنتايج في إطار استضافة مصر لهذه القمة خلونا نروح للباتيناج الرياضة المبهرة بالنسبة لي ازاي البني آدم يعرف يحفظ توازنه على البتاع المعاجل دي وبعدين وحنا صغيرين كان بتبقى بربع عجلات في الفردة دلوقتي بقتصف عجلات واحد الحال بتعرف توزن نفسها ازاي ما عرفش الحلوة بالنسبة لي ان انا خدت بالي مثلا تعرفين عندني هنا التجديد اللي موجود على الكورنيش مامشو أهل مصر ده فالتجديد ده خلى انه الأرضيات بقت نعمة وجميلة كده على الكورنيش قدامني هنا في مسبيرو يعني فخدت بالي وانا جاي انا وعم مساعد انه في شبان وبنات زي الفل قاعدين وولاد زغنطاتين كده يعني في عمر ولادي خمستاشر وستاشر وسبعتاشر وقاعدين عمالين يجروا ويلعبوا ويعملوا حاجاتوا وبتاعوا وينطوا في الهاو وبتاعوا خلي بالك يعني عشان ما تتعورشوا برضو ويلبس الحاجات اللي هي تبقى هنا وهنا وش عالف وكلم مهم أرجوك والنبي بس حاجة تجنن دي بنسميها رياضة من رياضات الشارع حلوة وجميلة فانا مبسوط ان انا قاعد عمال بشوفها عندنا في مصر بعد ما كنا بنشوفها في الأفلام الأمريكاني او الله وكنا نشوفها في أفلام عبدالحليم حافظه وما بيلعبه في نادي المعادي لا دلوقتي بقت موجودة في الشوارع عندنا اتفرج على التقرير رياضة الاسكيت هي من أحلى الرياضات الممتعة اللي بتمارسها في الشارع ودايما بنشوفها في شوارع القاهرة لكن رياضة الاسكيت النهاردة تخطت حدود القاهرة ووصلت هنا في محافظة كفر الشيك مجموعة من الشباب قرروا ان هما ينزلوا الشارع ويمارسوا رياضة الاسكيت لكن بضوابط وإرشادات مهمة تعالوا بينا نعرفها ونعرف حكاية أول فريق اسكيت في محافظة كفر الشيك عاش كفر الشيك السيكيت عاش كفر الشيك رائنا عاش عن طريق السوشيال ميديا بأول إيفينت اتعامل في 2018 عملنا إيفينت على الفيسبوك قلنا يا جماعة احنا عاوزين ننزل نلعب رياضة وقلنا هنستنى نشوف الناس مرضوتهم ايه لقينا كل الناس بكاف الشيخ عاوزة تنزل تلعب فعلا رياضة معنا لقينا كمية شير كتير للبوست والإيفنت بتاعنا والكلام الحماسي اللي خلانا وشجعنا ان احنا فعلا فعلا لازم ننزل كان بدايتنا في اول يوم تمريننا لنا كان فيه الجو مطرة وقلت تقريبا ما بش حد ينزل معنا لقيت ناس كتير قوي قوي في انتظارنا علشان نبدأ اول تمرينة للفارقة بتاعنا في الشارع عملنا الإيفنت والناس بدأت تنزل معنا بعد فترة الناس كسلت بدأنا نبقى اتنين انا والكابتن محمد لعبنا فترة لوحدنا بعد كده بدأ يجي لنا ناس كتير بنات تنضم إلينا شباب أسر ناس كبيرة في السن أطفال صغيرين لغاية دلوقتي ما بقينا ما شاء الله معدد 300 واحد في تمرينة اللي سكيت بنبتدي مع الناس كلها فروم سكراتش أول ما بدأنا التيم بدأنا بسكيت واحد بس بتاعنا السكيت بتاع قائد صبحي كلنا تمرننا عليه بدأ كانت البداية النواية يعني فشوية شوية لما الناس حبت الموضوع وبتدى يلقى رواج كده في المجتمع ابتدت الناس تشتريوا بدأنا ما كان سكيت واحد في كفر الشيخ بقى أكتر من 500 من 500 ل700 سكيت دلوقتي موجودين بنبتدي مع الناس من الصفر بنقول له انت مش جاي تمرين قوي احنا بنقول له تعال انبسط غير جو بس في وسط الانبساط ده احنا ما بيبقاش ده هدفنا 100% يعني بنعلمه فروم سكراتش كده من الصفر ازاي توازن عليه ازاي بتدي يتحرك خطوة بخطوة بخطوة لحد ما بيوصل معاه ان بيدخل بطولات انا بديت بالسكيت من سبع سنين الحمد لله من بعد ما دخلت الفريق اتعلمت حاجات كتير طبعا يعني يعني كنت بالعب مسلا تمرينة بالشهر بدل ما لعب تمرينة بالشهر بقيت بالعب تمرينتين في الشهر وتمرتين بالاسبوع عفوا وتحسنت من اداء كتير والحمد لله اول مبارح شاركنا بطولة الفريستايل اللي هي اللي بتأهلنا لبطولة افريقيا الحمد لله كسبت مركز يعني حلو بس كان في شوية لخبطة عشان اول بطولة بتحصل في مصر اول ما شفت التيم كنت جاية اغطي حدث الماراثن قابلتهم هنا ما كنتش متخيلة انه ممكن يكون فيه ناس بتاخد وقتها كله انه هما يلعبوا سكيت مثلا فالموضوع بالنسبالي كان غريب شوية بعدها لقيتهم حقيقية عيلة وده بصراحة لفت نظري اكتر من السكيت اللعبة بتخليك طاير مش حاسب اي حاجة اللي حواليك اللي يعتبر في نفس سرعة وسائل مصلاق كتير وانت مش راكب حاجة من ايدك يعني انت براحتك يعني اي حكم من حد يحلف طلاق على زوجته وهي مش موجودة قدامه يعني يطلقها بعدم وجودها هل ده يجوز الطلاق عليها او لازم تكون قصاده مباشر عايزة استفسر منه على ازواج النبي وكام واحدة تزوجهم وليه تزوجهم ويه اسباب الاولى ايه السبب ان نتجوزة والتانية ايه عشان الناس حتى تبقى فاهمة النبي تجوز تسعة او عدد زي كده ايه السبب بالنسبة لصلاة القصر كنا بنشيع جنازة وبعدين صلينا عليها في القاهرة وروحنا المكان بعد 80 كيلو فما صلناش العصر في القاهرة روحنا هناك صلينا العصر قصر لانه ازن عندنا في القاهرة واحنا راجعين ناس قالت لا المفروض تصلوا طالما ازن في القاهرة تتصلي اربع رقعات فاحنا هناك صلى رقعتين فايل ايه الصحي هو ايه حكم قراءة القرآن من المصحب في الصلاة الفرد زي حكمها في صلاة الناب في الهم انا كنت عاوة تسأله الناس اللي هي بتنتحر هل هي ما صرها من الرحمة ايه وصرها من عذاب القبر ايه ولا هي ما لهاش عذاب قبر بالنسبة للسؤال ليهم يعني عمرك فيما افنيته او عمرك فيما قضيته هل هو هيتسائل السؤال ده ولا مش هيتسائله ولا ايه بالضبط اهلا 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 وسهلا بكم مرة تانية كل الترحيب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم وستاني فقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وكل عام والانسانية بمسلميها وغير مسلميها بمناسبة عشراء زمالة الشرائع بخير وسلام الله جميلة دي قبل ما هارجع للأسئلة بتاعة التقرير اللي احنا شفناه عشراء زمالة الشرائع نعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يهود يصمون يوم عشراء قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى من عدوه او بني اسرائيل من عدوهم قال انا اولى بموسى منكم فصامه وامر بصياب هذا دليل على ان الاسلام ما جاء ليهدم الغير او يقيم بنيانه على انقاض الغير بل التعايش اليهودية والمسيحية والاسلام ده بقيجة شديد اخوة الشرائع فعلا او زمالة الشرائع طيب هرجع بقى على الاسئلة بتاعة التقرير احد المواطنين الكرام كان بيسأل على الطلاق والزوجة غائبة هل يقع لا هو لا يشترط وجود الزوجة في امامه او يعني ينظر اليها او تنظر اليه احنا اللي يعنينا ان يكون المطلق اللي هو الزوج يعني بالغا عاقلا واعيا لما يقول عازما على الطلاق لقول الله تعالى فان عزموا الطلاق اه وفيه فرق ما بين الحالب بالطلاق وايقاع الطلاق وده خلط واللي عليه المصريين والعرب للأسف يقسمون بالطلاق يريدون اليمين بالله وده مسألة كبيرة جدا وده اللي عاملة بلبلة او يعني استهانة من الناس في الطلاق ففي واقعة السؤال الزوجة سواء كانت موجودة او غير موجودة واراد زوجها ان يطلقها الشروط التي قلناها فيقع بس طبعا لابد ان يعلمها حتى تعتد ولو ما اعلمهاش لا لو لم يعلمها هنا فيه بقى يبقى فيه تنازع قضائي خطبه لك ويبقى حرم عليه شرعا وآثم لان طبعا دي انسانة لها حق الكرامة فهنا بنسمي بقى التعسف في استخدام الحق يعني ممكن يروح جاي ويقول ده نطلقتها وبعدين يروح يعمل اجراءات القانونية اللازمة بس ساعتها هيحط بقى عنوان قد يكون عارف ان الزوج غير مقيمة فيه كل ده تلاعب اولا مخالف للشارع الاسلامية ايوه ويأباه التدين الصحيح ولا فعله الا معدوم الضمير طيب مواطن اخر مشاهد محترم سأل على زوجات النبي يسأل على هو وليه النبي تزوجهم وليه عدد اولا الرسول عليه السلام لم يتزوج او يطلق باختياره فكان التزوج بامر الله وكان الطلاق بيد الله يعني من ربنا في القرآن زوجناك ها عسى ربه انطلق كنا فامر زوج النبي وطلاق النبي بيد رب النبي وليس باختياره هو وطبعا احنا الاسلام ليس بمتهم فيدفع عنه طبعا وليس بمدان فيعتذر عنه صحيح لكننا نقول اولا الرسول عليه السلام ازواجه كنا لمهمات كبرى في صورة الاحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من ايات الله والحكمة دي المهمة الكبرى لامهات المؤمنين ازواج النبي الطاهرات رضي الله عنهن اجمعين اما مسألة من توهم ان زواج النبي كان لامور اخرى اولا ينظر ان الرسول لم يعدد الا بعد سن الخمسة وخمسين فلو كان الامر لشهوة ما كان ممكن في الشباب يعني الرسول عليه السلام لما يتزوج السيدة خديجة رضي الله عنه وكانت ثيبا وتظل معه الى قبل الهجرة وكان عمره حوالي اتنين وخمسين سنة ولم يتزوج عليها ابتدى لما زوجته السيدة خديجة عليه رضوانه الله توفيت وتزوج بعد كده امرأة مسنة تعول يتامة وهي سيداتنا سودة بنت زمعة وعلى فكرة لم يتزوج بكرا الا السيدة عائشة رضي الله عنه فقط فالمسألة زواج الرسول بيد الله طلق الرسول بيد الله الإسلام والمسلمون يعضون بالنواجز على حصمة وكمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بقى يفضل يدخل فيه دا العقيم هنسأله سؤال بسيط ان كنت مؤمنا برسول الله سلم لا تتدخل في حياته الخاصة لست مؤمنا برسول الله انت يعني ايه اللي هو المكذب يعني ايه بقى نتجوز ثم انه احنا يعني اتعلمنا انه الرسول عليه افضل صلى الله عليه وسلم هو رسولا ونبيا ومشترا ونزيرا ومعلما فكل الزيجات كان من ورائها حكمة وهدف ودرس هي وذكرنا نا يتلى في بيوت كنا من ايات الله والحكم كل زوجة من زوجة الرسول حافظت وقائع وأحديث وأحكام فقهية خدت بال حضرتك وزي ما بقول الرسول لم يعدد إلا من سن خمسة وخمسين لغاية ما تغفية سنه ثلاثة وستين سنة شيخوخ الأمر الآخر ما فيش بكرة لسيدة عيشة رضي الله عنه وارضاه فالمسألة يعني كما لخصتها والله من أمن برسول الله وصدقه طلق زي رسول له كل كمال بشري مش مؤمن بالرسول أقول له ملكش دعوة ولا شأن لك بالحياة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مش عايز بقى أروح أدخل في شراء من قبلنا أقول له طبعا سيدنا سليمان في الشراء اليهود كان عنده ألف ده العهد الأنمي اللي قاله مش يحنا المنهول يعني مثلا سبحان الله لكن نحن سيدنا سليمان له كل احترام طبعا نبي رسول وأبو طبعا سيدنا دول عليه السلام ولا نتدخل فيه الحياة الخاصة للأنبياء والرسل إلا بالاحترام والتوقير وإحسان الظن طبعا نستأذن هنطلع لفصل للمولانا نرجع بعد الفصل هنجمل مع حضراتكم ومع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أسئلة المشاهدين والموقعين في التقرير اللي حضراتكم شفتوه ومنها مثلا حكم صلاة القصر وشروطها إحنا شرحناها كذا مرة بس هنشرحها تاني طالما الناس مهتمة بيها لهذه الدرجة استنونا لو سمحتوا فكروني وأنا حاول أفكر نفسي حكي للمولانا حدودة كده بعد ما نخلص الحلقة تخلوني نجدد مرة تانية كل الترحيب بضفنا صاحب البيت فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر آخر سؤال للأسف مسألة صلاة القصر وشروطها مولانا هي بسرعة أولا القصر رخصة من الله عز وجل بيكون في الصلاوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء طبعا تقريبا المسافة الراجح والمعتمد 80 أو 85 كم في المرحلة الواحدة بتصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين رخصة من الله عز وجل كان زمان يقولك كمت فرق المساكن دلت البلاد طلعا سقط وأصبح النار ده السوبر جد والأطر ومش عارف ايه فمن أول البيت طالما عزمت على الصفر حتى المدة اختلف فيها الفقهاء والراجح أنه ممكن تمتد الخمستاشر يوم بعض الفقهاء نعم لأن الرسول ظل في مكة سمانية عشرة يوما وقصر ممكن بعض الفقهاء قال لك فيها ثلاثة ياما جسم ارتاح فهنا هنلاحظ أن فيه ساعة وممكن مع القصر تجمع يعني تصلي الظهر ركعتين والعصر بعد الظهر وبشرة بنسميه جمع تقديم ممكن تأخر الظهر الوقت العصر يبقى جمع تأخير المغرب ما فيهاش قصر بالصال المغرب ثلاثة ركعتين وبعدها لعيشها ركعتين أو تأخر المغرب لوقت العيشة ويبقى جمع تأخير الصبح طبعا ما فيهاش قصر ده رخصة من الله عز وجل ولا يشترط مفارقة المساكن من الممكن في البيت خاصة الظروف تغيرت وتبدلت وأصبحت تهارف أثناء الطريقة تكون فيها صعوبة وكذلك المرء المسلمة يعني تصلي ببيتها مقدما أسطر وأحوط وأكمل وأجمل لها ولا تصلي فيه الطريق وفيه وسائل المواصلات كالطائرات وكالقطارات بتاع المحافظات خد لا يكون هناك الأمر الآخر أن مفيش صلاة وسائل المواصلات للفرض بالمناسبة لأ النفل ممكن إنما الفرض لا وهذه رخصة من الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائه صادق رسول الله نورتنا مولانا بارك الله وشرفتنا كمجرة العادة كان لقاء سريع كده لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نعوض المدة دي في الأسبوع الجاي في لقاءنا القدم بإذن الله يوم الاتنين الجاي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكتب لنا العمر ونقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات